مقارنة مع تيانغون واحد تم إدخال الكثير من التحسينات على البيئة داخل تيانغون اثنان المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لكي تبدو المساحة الداخلية للمختبر فضاء أوسع يختار المصممون لون أكثر إشراقا داخل تيانغون اثنين لون أرضية وجدران تيانغون واحد هو الكاكي أما هذه المرة فقد اخترنا لتيانغون رقم اثنين اللون الأبيض فهو أكثر إشراقا والمساحة تبدو أوسع ولكي تبدو البيئة مرحة أكثر اعتمادوا أرضية صلبة لتيانغون اثنين يحتاج رواد الفضاء إلى تمييز بين سكف وأرضية المختبر والمشي على لوح صلب يساعدهم في ذلك هناك عدد كبير من الأجهزة لتقييد الأيد والأقدم في تيانغون اثنين وهي منشأة تسهل تحرك رواد الفضاء في بيئة تنعدم فيها الجاذبية الأرضية وبالتالي عدم الوقوف والاتزان ويمكن تعديلها لسد مختلف حاجية رواد الفضاء يمكن تعديل الطول والعرض لأجهزة تقييد الأيدي والأقدام حسب قامات رواد الفضاء إضافة إلى كل تلك التعديلات فقد تمت حسين تيانغون اثنين من حيث الضجيج فأصبح أكثر هدوءا أضفنا معدات لتخفيف الضجيج في بعض الأماكن ومستوى الضجيج الآن مقبول ترجمة نانسي قنقر